استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين عددا من ملفات عمل الهيئة تضمن الاستعراض عددا من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تنفذ الهيئة بما فيها مشروع تطوير ميناء السخنة والعريش إلى جانب مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد والتي تشمل أرصفة الميناء وأعمال تحسين الطربة بالإضافة إلى ميكانة الخدمات الجمروخية وعدد من المشروعات اللوجستية كما تم استعرض خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 من خلال إطلاق حملة إعلامية للترويج لها على نطاق عالمي كمركز لإنتاج الوقود الأخضر